في فيديو اليوم سأشرح لكم اللي لازم توقفوا وتسمعوا لتعليمات منتجات العنية والبشرة اذا هيدا اوما تحضروني انا جوزف وانتو على سكنفيتس سكنفيتس هي كنات بنحكي فيها عن نية البشرة والعنية بالنفس فاكيد اشتركوا بالقناة وكمان اكبسوا على زراز تعرف عن كل فيديو جديد اول ما ينزل وكمان تابعونا على الانستغرام في نفس الاسم سكنفيتس بعرف دائما بقلكم استخدموا المنتجات بالطريقة المقصودة لاستخدامهم فقط في بعض الوقت تسمعوا لبشرتكم وتلبوا احتياجاتها سأعطيكم بعض الامتال امات اللي لازم لا تسمعوا للتعليمات على المنتجات تبعكم من دوم التأسو بشرتكم طبعا انا لم اتوقع ذلك مشكل عن هذه البشرة بتحتاج الاستخدام يومي معظم البرانت تعليماتها بتقول انه لازم تستخدم يوميا وهذا الشيء صحيح لبعض الاشياء مثل الغسول المرتب وواقي الشمس لكن ما للمنتجات اللي بتقعد نتيجة معينة مثل السيروم يختلف حسب نوع المنتج وكيف نعمل على دراسة مثلا تونر غليكوليك أسد بنسبة عالية لا يحتاج استخدامه اكثر من مرتين او ثلاث مرات بالاسبوع لحتى يقشر جلد الميت استخدامه اكثر من هذا ممكن يحسس حاجز البشرة تبعكم وبالاخص استخدامه منتج ثاني في مكونات نشطة مثل الفيتامين سي لا يوجد فايدة وكمان الثلاثيليك أسد لا يحتاج لإستخدام يومي لحتى يقشر المسام وبالاخص ليس مرتين باليوم نفس مهنة كدبين على فكرة هذا الشيء كثير شخصي ممكن بعض الاشخاص تحس انه استخدام السلسلك أسد بنسبة عالية يوميا ممكن يحسس بشرتهم هذا فيه 2% واشخاص تانية مثلي يستخدمه يوميا من دون اي مشكل وانا بستخدمه يوميا لما بحس انه بشرتك كثير المسام فيها موسعة او بحس انه بطلع لحبوب بستخدمه يوميا لا تتوقع لا تتوقع نصيحتي نصيحتي لكم سمعوا لبشرتكم ماذا هي تحتاج وماذا هي تتحمل العامل الثاني بتكون تضعوه بعين الاعتبار هو المكوني اللي عم تستخدمه كيف هي الدراسات معمولة على استخدامه لحتى تبرهن انه عطى نتيجة مثلا لما يعملوا دراسات لحتى يصبطوا انه الريتينول بقدر انه يحفز انتاج الكولاجين بالبشرة بالعاد بيعملوا هالدراسات للاستخدام اليومي وما بيجربوا يستخدوه مرتان في المرات بالاسبوع لحتى يقرنوا النتيجة بس لانه مثبت انه تحتاج الكاملة بالاستخدام اليومي منصحوا باستخدام الريتينويدز يوميا وتذكروا اذا احد عم يستخدم الريتينويدز لأول مرة ما مفهول يستخدمه يوميا لازم يعود بشرته على الريتينول لانه معقول يتحسس منه ومع الوقت الهدف نصل لإستخدامه يوميا انتظر او انصرف تصحبك اللعنة مضرر استخدام البردكت مع مجموعة كاملة من نفس البراند لما تقرؤ التعليمات الاستخدام ستلاحظوا انه بعض البراند منصحوا باستخدام منتجاتهم ضمن روتين كامل من نفس المجموعة الدراسات السريرية لإثبات فعالية منتج بالعادي بتكون معمولة على المنتج لوحده مش طمن استخدامه مع روتين كامل من المنتجات معناته انه منتج كسيروم مثلا لازم يعطي نتيجة موعودة منذ استخدامه مع المجموعة الكاملة طبعا هلشي بينطبي اذا عم تختار تتخدمه براند بتعمل دراسات سريرية لإثبات فعالية منتجاته ومعظم البراند الكبار بيعملوا هل دراسات وذي بتحتق كلية ايه؟ في عدية اسباب معقول تكون السبب اللي بيخلي بعض البراند ينسقوا باستخدام منتجاتهم مع بعضتهم من نفس المجموعة ممكن حتى ما تمزجوا بنفس الروتين منتجات تانية غير ملائمة مع تركباتهم هذا معقول يخلي المنتج يفتفت على البشرة وهذا بيعني انه ما بيعمل وظيفته وبتغفى فعاليته هذا الشيء بيسر معي صراحة بالعادية لما مسجوا مع منتجات بتكون تركيبتهم بداية او بسيطة مثل The Ordinary The Inkey List يلي بركزوا اكتر على المكونات ومش على التركيبة تكون انيقة فهيدا الشيء معقول يقدي للمنتجي فتت شوي كما انه بتصير معي بعض الايام مع بعض انواع واق الشمس وهيدا لانه لما يكونوا عام يعملوا تركيبة واق الشمس بركزوا اكتر على ملمسه وعلى الحماية تبعله اللي هي اهم شيء وما كثير بيدرسوا كيف حيشتغل مع منتجات تحته معلومة حلوة تعرفوا انه لما يعملوا دراسة على فعالية واق الشمس ويحصلوا على النسبة المكتوبة على القلبة بهالحالة 50 بلاس هيدا الشيء بيكون على المنتج لوحده على البشرة من دون اي منتجات تحته فاذا عم بتحطه عشر منتجات على وشكون الصبح وبحط فوقوا واق الشمس وعم بتحسوا انه الواقع بفتت هيدا لانه تركيبته مش مصممي لحتى تشتغل فوق عشر منتجات انا خلاص ما قدر اتحمل اكثر من هذا سبب التاني معقول يكون هو لتبسيط خطوات العناية البشرة للاشخاص اللي بتعرف الترتيب الصحيح للمنتجات بيروتينة بس بلاي انه هالايام معظم الاشخاص وبالاخاص متابعيني بيعافوا ترتيب الصحيح للاستخدام منتجات بيروتينة وطبعا في السبب الواضح لهالتعليمات وما في مهرب منه هو انه هالبرانز بدون يبيع منتجات اكتر الكلان دا مش حقيقي ابدا لازم تغسله ميت المسلر عن وشكن بغسول تاني كل براند ميت المسلر بتقول انه ما بينغسل عن الوجه بس هو لازم تغسله ميت المسلر عن وشكن بغسول تاني طالبت مني اختي من فترة نصيح لروتينة وراحبركم من الاول انه هي العناية البشرة مش من هوايتها عندها 3 اولاد مبلومة بلاشت بالاساسيات وسألتها شو بتستخدم ميت المسلر باخر نهار قلت لي بتستخدم ميت المسلر قلت لي ومن بعده قلت لي مرتب يعني طلعت ما بتغسل الا بميت المسلر بالنسبة الى هي ما بتحط ميكوب تقيل فلازم يكون ميت المسلر كافي لحطي ينظف باخر نهار ميكوب ضاين ولا زويد ولاحظت من وقته انه التعليمات على ميت المسلر هي اللي بتضيع المستهلك بتخليه فكر انه ميت المسلر كافي لحطي ينظف كل الاوساخ عن الوجه التعليمات على معظم انواع ميت المسلر بتقول بللوقتني بميت المسلر مدوها على كل الوجه لسحب الميكوب والاوساخ عنه وما تشط في الوجه من بعضه فانا كمستهلك رح فكر انه لازم استخدم هيدا غسول اول شي لدوي بالميكوب من بعده ما بغسل فلازم رطب وخلص روتيني وبعدين وبعدين في الورطة دي يلي ما بيقولوا انه لازم استخدم غسول تاني من بعضه لانه ميت المسلر هو اول خطي تنظيف وتحتاجهم بعضه غسول تاني لتنظيف البشرة كليا من الشوائب والاوساخ هيدا بيسموه بالتنظيف المزدوج لما اخترعت بايو ديرما ميت المسلر سنة 1991 كان الهدف تبعهم استبدال المي الاسية اللي هي بفرنسا بغسول لطيف بيغضع استخدام المي لغسل الوجه بس هالايام صار في كتير منتجات عنية البشرة في استخدامها بعض الغسول لحتى تروئ البشرة حتى لو غسلناها بمي بتكون اسي ادمع بيحاولي انعونا انه ميت المسلر كافي لتنظيف الوجه فكروا فيها معقول مد قطنة على وجه تحتى تشيل الاوساخ والميك اوب واعتبر انه هالشي كافي هلا صح انه القطنة عم تصحب الاوساخ عن الوجه بس بعدني عم مد هالاوساخ على كل وجه ولازم استخدم غسول تاني من بعضها لحتى نظيف الوجه كليا وبعرف انه كتير برانس بيقولوا انه لانه الكونات يلي بتنظيف داخل ميت المسلر تبعهم كتير لطيفة لدرجة انه ما فيلزوم تنغسل عن الوجه بس منطقيا بالنسبة الي لا بدي خلي مكونات بتغسل البشرة على بشرته وما اخسرها كتير اشخاص بيعملوا نفس الغلطة واسوق من هيك بيستخدموا بس الميك اوب وايبس لحتى ينطفوا وجه حطوا لي التعليق تحت اذابتكم فيديو خاص عن الميك اوب وايبس وما تعطلوا هام اختصار تعمل دبل كلنزنج اللي هي تقنية تنظيف المزدوج هيدا كان الفيديو اليوم اذا حبيتوك بسوا على اللايك وكتبولي بالتعليقات تحت اذابتكم نخبركم عن تعليمي التاني لازم ما تسمعونا بالعناية البشرة شوفكم بالحلقة الجاية باي باي